اجتاح ابن غربي إفريقيا مهدداً ليبيريا وسيرليون وما جورهما ولم يستثني الوباء كبيراً ولا صغيراً فأرواح ألاف الصغار استسلمت للموت بسببه لكن من ظل على قيد الحياة ليسوا أفضل حالاً مما رحلوا فألاف منهم سلبهم الوباء أحد الأبوين أو كلاهما معاً ومن تبقى لهم من أقارب غالباً ما لا يسمح لهم العوز بإضافة عبء آخر على حياة أنهكتهم أصلاً ليجد هؤلاء اليتام أنفسهم مكرهين من دون معيل يسارعون من أجل البقاء في شوارع احتضنتهم عوضاً عن كنف الأسرة عوالم جديدة بددت في مخيلة هؤلاء الصغار دفء الأسرة وأصبحت صور اللعب والمدرسة مجرد ذكراً يحدثون عنها بحسر في عزلتهم وأقلية من أيتام سيراليون حلفهم الحظ في حصول على رعاية من قريب أو مؤسسة أو ميسور حال إنهم ليسوا بخير إنهم ضعاف جداً ويبكون طوال الوقت وحين تقدم لهم الطعام يقومون بتقيئه فوراً واقع تحاول معه المنظمات الدولية جاهدة إجاد مأوان يعود هذا اليتيم حضن الأسرة جهود سرعان ما ترتطم بسخرة واقع لا مجال فيه للشفقة أو الروابط الأسرية فمن قد أباؤهم بسبب إيبولا غالباً ما ينبذهم مجتمعهم خشية العدوى الكثير من الأطفال فقد ذويهم بسبب إيبولا بالنسبة لهؤلاء الأيتام لا يجدون من يراهم خوفاً من العدوى فالمجتمع يخشى الوباء ويتفادى الاعتناء بهؤلاء واقع لا تتوقف خطورته عند حاضر هؤلاء الأيتام بل تتجاوزه إلى غياه بمستقبل أخشى أن يكون أسوأ فوصمة العار التي تلحق من تيتم بسبب إيبولا قد تطال كيانه النفسي إلى الأبد وقد لا ينفع معها علاج حسب تقارير عدة حتى وإن وجد الحضن المنشود